بحسب كلام الدكتور وبحسب كلام بوتين الخطة الروسية ماشية تمام التمام وفق ما خطت له قبل الحرب وأصلا ليس من أهداف روسيا السيطرة على العاصمة كييف وعلى المدن الكبرى وإنما ترك المجال للجيش الأوكراني وتقريبا كل الأهداف تحققت من قبل روسيا على مدى ثلاثة أسابيع طبعا بالتأكيد أي هدف لأي عملية هجومية استراتيجية هو الوصول إلى المركز الدولة التي هي كييف على العكس تصريحات بوتين وشويغو كانت هي الدخول إلى أوكرانيا بالكامل ومحاصرة المدن والاستلاء على كييف العاصمة والقضاء على النازيين يعني أنا قلت بي قبل حديثي طبعا يعني بوتين طبعا هو الذي يتصرف يعني نحن لا نجتم أحد ونما نوصف بوتين هو أشبه بهتلر الذي يعتمد على المدارس الجيبلوتيكية قلت لك قبل قليل بأن دوغين إليكسندر دوغين الزعيم مدرسة السوفيتية الروسية هو طبعا الذي يشير إلى بوتين أو بوتين متشبع بأفكاره لغزو يعني بوتين غزى الشيشان وغزى كازاخستان وغزى سوريا طبعا الآن العتاد الذي كان يدمر في دولة حضارية كسوريا الآن يدمر في مدينة أوكرانية تدمر أربعين بالمئة من القوات دمرت حتى الآن يعني العملية الهجومية يعني حجم الخسائر الذي دمر يجب أن لا يكون في حال وجود مثلا ميزان نسبة القوة الوساط الموجودة واحد إلى عشرين سردل عليها دكتور مستمع ما يقول لك الخطة ماشي تمام بحسب الروس وما في حتى خسائر يعني في الميدان تنعكس على السياسة بالعكس هي أساسا عندما بدأت القوات تدمر على محاور تحرك الأرتال تدمر تغيرت اللهجة السياسية لدى بوتين ولدى لافروف وأصبحوا يعني خفضوا من سقف المطالب بالأساس كانوا هم يريدون يريدون أن يعني يغيروا الحكومة بالكامل يغيروا ويطردوا زعيم الدولة ويصلوا إلى كيف وحتى يعني بالبداية هنا قصف المدن كيف قصفت قصفت الإذاعة تبعك كيف يعني منشآت مدنية قصفت وقرى يعني 44 مليون هؤلاء مثلا حوصروا الآن مريوبل مثلا تعاني من حصار شديد خرسون أراد مثلا أن يفصل الجمهوريات عن بعضها أو المدن عن بعضها خرج أبناء خرسون وبدأوا بمظاهراتهم نحن أوكرانيين لا نريد إذن نتيجة القوى العسكرية الموجودة والمقاومة الأوكرانية تغيرت لهجة اللهجة السياسية لدى الروس ولدى بوتين بالذات بس شو دليلك على أن الجيش الروسي بعد ثلاثة أسابيع جيش مهزوم في أوكرانيا شو دليلك سريعا؟ دليل تبعي أنه هل من المعقول كما تفضلت قبل قليل بأن تكون الدولة الكبرى الثانية في العالم تطلب مقاتلين مرتزقة أن يأتوا إليها؟ نحن نتفهم أن تطلب أوكرانيا كونها دولة صغيرة وجيشها صغير أن تطلب أناس يدافعون عنها يعني يشكلون في لك أما دولة ثانية مثل روسيا تطلب مرتزقة؟ هذا دليل على أنه الخسائر بالجيش الروسي كبيرة جدا حجم الطائرات الطائرات التي تدمر الآن بصواريخ استينجر وصواريخ الآن مثلا صواريخ القراد التي برموها من الراجمات دمرت رطل بالكامل على محاور التحرك لاحظت العتاد يعني لماذا تغيرت لهجة سياسية؟ لاحظت رطل بالكامل الذي تدمر على محاور التحرك لم يستطيع هذا الرطل أن ينتشر بين الغابات وفي الأراضي لماذا لم ينتشر؟ لضعف القيادة العسكرية الروسية يعني هذا أنا أتكلم الآن لإسمعني الأستاذ مسلم ضعف القيادة لن تستطيع تأمين الوقود والذخيرة نفذة الذخيرة منهم لا يوجد هناك نقاط إمداد لا بالمحروقات ولا بالذخيرة ولا تركوا العناصر تركوا العتاد ولبسوا اللباس المدني وهربوا وهربوا ودباتوا مدمرة على جانبي الطريق العربات هنا يعني أنا بحكي من منطلق عسكري النسق الإداري بالكامل كل هذا مفبرك ودعاية مضادة لا 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 الرتل اللي طوله 60 كيلومتر اللي كان لازم يوصل على مدينة في الفوري أو ما بتذكر شو اسم المدينة دمر وهو على محاور التحرك بعد أن دمر لكي يخفوا من نتائج يعني التدمير انتشر العتاد فعندما انتشر العتاد هنا وقع في فخ للقوات الأوكرانية دمر على محاور التحرك ومن ثم دمر في وضعية الانتشار هذا كل هذه الخسائر يعني فوج الانزال بالكامل تدمر أول ثلاثة أيام فوج انزال دمر بكامله على الرغم أنه فوج المضالين اللي عم يزله عم يلوسوا لباس أوكراني مشان أنه يعني أنه نحن عساكر أوكرانيين عم بيكبشون وبيدمرون طبعا وزارة الدفاع الأوكرانية من أيام كانت عم تحكي عن يعني يوم الجمعة ببيان تحدثت عن 12 ألف قتيل من الجنود الروس يعني نحن يومياً 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر